السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرار منع التدخين نهائيا بالمحطات والكتارات ورفع الغرامة أصدرت هيئة السكة الحديث قرار برفع قيمة غرامة التدخين داخل الكتارات بجميع أنواعها المقيفة والعادية بعد موافقة مجلس المديرين بالهيئة وصدور قرار وزاري بتعديل غرامات التدخين بالسكة الحديد والهدف من القرار الوقاية من التدخين ومنع التدخين في الكتارات والمحطات نهائيا القرار شامل زيادة غرامة مخالفة التدخين إلى 70 جنيه بدلا من 50 جنيه تحصيل غرامة التدخين في الكتارات والمحطات فورية الراكب الذي يرفض دفع غرامة التدخين فورا يتم تسليمه في أول محطة توقوف للقطار ليتم تحرير محضر شرطة له بمكتب شرطة المحطة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة حملات التفتيش على المدخنين وضبطهم تقوم بها جهات التفتيش بالسكة الحديد بالاشتراك مع شرطة السكة الحديد كمسارية القطارات تحصل على 10 جنيهات من قيمة غرامة مخالفة التدخين وشرطة السكة الحديد تحصل على 10 جنيهات وهيئة السكة الحديد تحصل على 50 جنيه كإيراد إدارة شرطة السكة الحديد ملزمة بتعيين الحراسات اللازمة بالقطارات للتعاون مع جهزة التفتيش المختلفة ورؤساء ومشرفي القطارات لمساعدة في ضبط المخالفين القرار يمنع التدخين في طرقات عربات القطارات أو أماكن بها وكذلك المحطات سواء مغلقة أو مفتوحة القرار أصبح ساري التنفيذ على قافة محطة وقطارات خطوط السكة الحديد ترجمة نانسي قنقر